كلما يكون الدواء متخزن بطريقة سليمة طبقا للبيانات المكتوبة عليه هل في درجة حرارة الغرفة ولا في التلاجة بعد فتحه طيب هل أنا لما فتحت الدواء ده شميت ريحها مش عجباني أو لقيته مثلا هو سائل لقيته معكر أو لقيت لونه مغير أنا كنت جايبه كذا ولونه غير يبقى خضره طوبة فدي حاجات بنسميها تغير في الحاجات اللي هي الفيزيكا فيه المضاد الحيوي ده اللي هو بيجي عليه غلاف يعني كبير كده وإحنا بسعب نشيله من الغلاف ونحطه مثلا على الرف كده على في المطبخ كده تحت الإضاءة المضاد الحيوي فهل ده بيتأثر؟ أكيد لأنه إلا ما كناش احنا عملناه فيه اللي هو الألمنيوم ده الناس ما تعرفش أنه هو الضوء فهو الألمنيوم وجواء الشريط نفسه فأنا أخذ القرص من الشريط ورجعه تاني جوه الألمنيوم واشيله بايدة عن المطبخ أو الحرارة مهمة جدا عن فاكرة فيه ناس كثير ما تعرفهاش ما حطش دواء في الحمام ولا في المطبخ ولا في الحرارة ومعظم أدواء مكتوب عليها يتحفظ فيه مكان بارد جاف يعني بلاقي معظم اللي هو 25 اللي هي درجة حرارة الغرفة الغرفة ومفيش حرارة بس إحنا من غير ما نسأل ساعات نحطه في التلاج والله التلاجة أنا ما ننصحش بيها إلا إذا كان مكتوب لأن التلاجة بتبقى خمسة أنا ما ننصحش بيها إلا إذا كان مكتوب عليها يعني هي مش أمان فيه دواء ما احتاجش التلاجة المفروض آه طبعا طبعا وهي الفعلية أنا مش عايزة أخوف الناس قوي لأنها الفعلية مثلا بتاعدها زي اللي حضرتك أثرت المثال ده مهم هي بتقلي شوي هي بدل ما هي 100% بقى التسعين بقى التمانين